عشية الانتخابات الرئاسية تستكمل آخر تحذيرات لاستقبال الناخبين على مستوى المراكز المخصصة لآداء الواجب الوطني. الخميس يتوجه الجزائريون لاختيار مرشحهم من بين الخمسة المتقدمين لاستحقاق الثاني عشر ديسمبر. عملية المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية التي تمت من الثاني عشر إلى السابع عشر أكتوبر الماضي أحصد أربعة وعشرين مليون واربعمائة واربعة وسبعين ألف ومئة وواحد وستين ناخباً من بينهم تسعمائة واربعة عشر ألف وثلاثمائة وثمانية ناخبين على مستوى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج. على مستوى المواقع الانتخابية تم تخصيص واحد وستين ألف واربعة عشر مكتب تسويت على المستوى الوطني منها مئة وخمسة وثلاثون مكتباً متنقلاً فيما بالغ عدد مراكز التسويت ثلاثة عشر ألف ومئة وواحد وثمانين مركزاً. وبخصوص تأثير العملية الانتخابية جندت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مجموعة خمسمائة وواحد ألف وواحد وثلاثين مؤطراً أربعمائة وستة وخمسين منهم للجان الانتخابية الدبلوماسية والقنصلية في الخارج. الاستحقاق الرئاسي للثاني عشر ديسمبر 2019 استحقاق تشرف عليه سلطة وطنية مستقلة هيئة دائمة تتولى كل مراحل العملية الانتخابية بدءاً من التحضير للانتخابات إلى غاية الإعلان عن النتائج التي ستكشف عن اسم الفائز بمنصب رئيس الدولة إن لم تفرض النتائج الأولية حتمية المرور لدور ثاني.